اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك عن دكتور. ما تشار عليكي. لا يا حبيبي. انا كويسة والحمد لله. لكن انت عارف انا بحب النوم. ده قلاص ده حاجة في الدنيا. سيبني بقى. لكن النوم الكتير ده ممكن يعني يكون خطر عليك يا حبيبتي او يكون سبب مشاكل صحية. انت لازم تروحي عند الدكتور وتكشفي. بقول لك مش عيانة. اروح اكشف على ايه? اقول لي الدكتور انا بنام كتير. بقى داس مكلم يا حبيبي. ما انا خايف برضو عليك يعني. عموما. تعالي نسأل الدكتور. يعني النوم الزيادة ده اضرره ايه على صحتنا. وهو يقول لنا الحقيقة يعني وفهمنا. ما عارفين كل حاجة هم. تعالي يا سيد الناس. لا شك ان الحصول على عدد ساعات نوم كافي امر ضروري وفي غاية الاهمية. لكن كمان لازم ننتبه ان احد الابحاث الطبية اللي اتعاملت في المملكة المتحدة سنة 2019 بيقول ان النوم الكتير الزائد عن الطبيعي قد يضر بصحة الانسان. وقالوا كمان ان ضرر النوم الكتير ممكن يكون اكبر من ضرر النوم الاليل. قالوا ان قطرة النوم ممكن تؤثر بالسلب على صحة القلب. وممكن تزود فرص الاصابة بامراض الشرايين التاجية. وترفع من احتمالية تعرض الانسان للنوبات القلبية. في الدراسة دي اللي اتعاملت على اكتر من ثلاثة مليون شخص طبيعي. اكدوا ان الناس اللي كانت بتنام فوق عدد الساعات المعتاد. اللي هو سبع لتسع ساعات في اليوم. كان عندهم نسبة خطورة اعلى لحدوث حالات وفاة. وامراض القلب. والاوعية الدموية. والسبب في كده غير معروف. غير كده قطرة ساعات النوم ممكن يتسبب في مشاكل نفسية. زي الاكتئاب ومحاولات الانتحار وتعاطي المخدرات وادمنها. النوم الكتير بيصرع من شيخوهة المخ وعدم القدرة على التركيز. وبيتسبب في قصرة النسيان. النوم الكتير بيزود من فرص الاصابة بالسمنة والسكر. والغريبة كمان ان بعض الدراسات قالت ان النوم عدد ساعات كتير اكتر من تسع ساعات في اليوم ممكن يعمل صداع مزمن والام في الظهر. بسبب الضغط على الفقرات. في النهاية لازم ننوخ برضو ان الدراسات دي قالت ان مش كل اللي بينام كتير لازم يحصلوا المشاكل دي. هي بس نبهتنا. نبهتنا لحاجة مهمة جدا. وهي الاعتدال. الاعتدال في كل امور الحياة امر مطلوب ومطلوب بشدة. وخير دليل على كده ان ربنا قال لنا في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم امة وسطا. صدق الله العظيم. كل الشكر للدكتور محمد عبدالوهاب الابجيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفواد. الرقم الضريب الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس المعاد معلومة جديدة لصحتك الى اللقاء